يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة السادسة تحياتي بداية لكل الأهلوية اللي بيتابعونا النهاردة والكلام كتير كلام طبعا في المقام الأول مباراة بكرة أمام المصري مباراة لها حسابات ودوافع مختلفة بشكل كبير جدا عند الفرقتين سواء كنا بنتكلم على الأهل أو المصري اللي داخل في دوامة الهبوط يعني سبحان الله حتى الفرق الموسم ده موسم غريب جدا طبعا غريب لأنه طويل 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 ممتد المفعول ولسه الحقيقة قدامنا يمكن تلات أسابيع تانيين لغاية لما نوصل لنهاية الموسم كان الله في عون العيبة وكان الله في عون الأجهزة الفنية المصري بيصارع على أو داخل في دوامة الهبوط وبيصارع السنة دي دوامة الهبوط العلامة الأبرز يعني من وجهة نظر أنه كل الأندية أو أغلب الأندية الجماهرية داخلة بشكل كبير في دوامة الهبوط أندية كبيرة جدا أندية لها تاريخ كبير جدا في الكرة في مصر مش بس في الدوري بكلمكم على أندية حصلت على بطولات أفريقية الإسماعيلي أول نادي مصري حقا بطولة أبطال الدوري المقاولين العرب بصوالاته وجوالاته في التمانينات معهم المحلة معهم الاتحاد معهم المصري هل ده ممكن؟ هل ده معقول؟ يعني وضع غريب جدا حقيقة نتمنى الحقيقة أنه الأندية الجماهرية لأنه طول ما الدوري في أندية ملهاش جمهور المسابقة بتضعف ودي واحدة من إجابيات السنة دي زي ما فيه سلبيات كتير اتكلمنا عليها خلينا نتفق أن فيه إجابيات كبيرة جدا فكرة التواجد الجماهيري اللي ادى طعم وروح للبطولة السنة دي ونتمنى ودي واحدة من الحاجات اللي تحسب لربطة الأندية بشكل عام وبشكل مختصر عندنا بعض المستجدات اللي طرقت على بطولة الدوري في السنوات الأخيرة يعني من موسمين دخل علينا الفار من موسم دخلت علينا ربطة الأندية موسم جاي دخل علينا رئيس لجنة حكام هكذا نعلم أو هكذا تم التصريح به أجنبي لأول مرة الدولي مارك كلاتنبرج هيتولى مسؤولية لجنة التحكيم نتمنى بقى نشوف فارق يعني أنا أتمنى الحقيقة بداية أننا نعالج تشوهات اللي حصلة في المسابقات المحلية وامتداد المواسم وتلاحمها اللي احنا مش عارفين نخرج منه بقى لنا أكثر من موسم ودي مهمة ربطة الأندية بشكل أساسي فكرة تطوير المنظومة التحكيمية اللي الكل أنا مش بكلم إنه الأهلي بس اللي اشتكأ أو عانى أو دفع فطورة غالية جدا نتيجة الإخفاقات التحكيمية المتكررة في أكثر من مناسبة لكن أنا بتهيالي إنه في اتفاق عام من معظم الأندية تصريحات المسؤولين فيها بتقول كده على مدار الموسم يعني إنه التحكيم المصري مش في أحسن حالاته إنه التحكيم المصري في أو بيمر بكبوة نتمنى إنه كلاتنبرج يعني ينجح في علاج ما أتلفه الظاهر زي ما بيقولوا ويكون ليه بصمة واضحة على التحكيم وأعتقد إنه تصريحاته هيتحسب عليها لأنه من قبل ما يتولى المسؤولية اتكلم على مجموعة اقتراحات مش عايز أقول قرارات يعني أنا مش عارف هو لما يتولى المسؤولية بشكل رسمي هل هيصر على الحاجات اللي أعلن عنها زاعة الحديث في غرفة الفار مع حكم الساحة يعني هو كان ليه مجموعة تصريحات كبتون بأنه الراجل جاي يعمل حاجة نتمنى إنه مهمته تكلل بالنجاح الحديث طبعا على البطولة سوبر أوروبا لازم يكون حاضر النهاردة نتكلم على مباراة الإعارة تقيل لبطل دولي الأبطال مع بطل الليجي الأوروبية طبعا انتراخت فرانكفورت في مواجهة ريال مدريد بكرة الساعة 9 على كل أحوال تفاصيل كتير معنا في حلقة النهاردة خلينا قبل ما نبدأ ونروح للتفاصيل نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم شكرا